اشتركوا في القناة وعلماء أشياء جديدة في هذا الكون ليعلموا العالم أنه قبل ذلك ما كان يعلم عن هذا الكون إلا قليلا وصدق الله لما قال في الكتاب الذي أنزله على نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا تمكنت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا من لمس الشمس بالمنطقة التي لا تزال غامضة بالنسبة للعلماء والتي يطلق عليها اسم الحالة وأعلن العلماء عن هذا الإنجاز يوم الثلاثاء خلال اجتماع للجيوفيزيائي الأمريكي وتعليقا على الإنجاز قال عالم الفضاء نور روفي من جامعة جونز هوبهنز إن الإنجاز الذي حققه المسبار باركر مذهل للغاية ومن جانبه قال العالم جاستن كانت المرة الأولى التي كنا فيها على مسافة تستغرق أقل من خمس ساعات من هالة الشمس وأضاف خمس ساعات لا يعد زمنا كبيرا في الفضاء كان المسبار يتحرك بسرعة كبيرة جدا بلغت مئة كيلو متر في الثانية الواحدة ويفق العلماء فإن الهالة الشمسية بدت زات طبيعة غبارية أكثر من المتوقع حسب ما ذكرت بعض الصحف وستساعد المعلومات التي جمعها هذا المسبار العلماء على معرفة أصل الرياح الشمسية بشكل أفضل وكيف يتم تسخينها ودفعها إلى الفضاء وكذلك سيساعد استكشاف هذه المنطقة ذات الكثافة المغناطيسية العلماء على فهم الانفجارات الشمسية التي يمكن أن تؤثر على الحياة فوق الأرض وسيواص المسبار باركر الاقتراب أكثر من الشمس ويغوص أعمق في الهالة حتى مضاره النهائي الكبير في عام 2025 والجدير بالذكر أنه تم إطلاق باركر في عام 2018 على بعد ثمانية ملايين ميل أي ثلاثة عشر مليون كيلو مترا من مركز الشمس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر